مساء الخير مشاهدين الكرام ومرحبا بكم إلى هذا الموعد لأخباري أرجأت وزارة المالية عملية الاقتطاع من الأجور والرواتب والجرايات في القطاع العام والمندرجة ضمن المساهمة الظرفية لاستثنائية إلى شهر أكتوبر المقبل بعد أن كانت مقررة لشهر سبتمبر وقالت الوزارة إن الأسباب فنية وأوضح مصدر من وزارة المالية أن المركز الوطني للإعلامية توصل إلى وضع تطبيقة معلومتية ستمكن من تنفيذ عملية الاقتطاع فقط خلال الثلاثية الأخيرة من السنة أي خلال أشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر وستمكن عملية الاقتطاع التي تهم فقط السنة الجارية من توفير موارد بقيمة 320 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة